السلام عليكم ورحمة الله اليوم سوف نتحدث عن موضوع جديد هو كيفية إضافة زر لعملية الحدث كما قلنا عندما أشغل على سبيل المثال وضيف بيانات على سبيل المثال هنا اسم الطالب أي شيء لا مشكلة الآن إضافة سيضيف لي لو أريد أن أعرض هذه البيانات على سبيل المثال أريد أن أعرض البيانات الهدف في الأعلى مثل ما حكينا أضغط double click في grid view ويظهر لي كما رأينا في الأعلى أريد أن أظهرهم في الأعلى يظهر لي هنا زر حدث لحدث البيانات عندما أعمل جديد يخفي زر الحدث الخاص لحدث البيانات حسنا لذلك بالضرورة يجب أن نقوم بعمل زر الحدث بحيث أنه لا يظهر غير عندما يكون هناك بيانات فوق وإذا لم يكن هناك بيانات لا يظهر لأنه كيف أريد أن أحدث وليس هناك بيانات أحدثها لذلك لذلك يجب أن نضيف زر حدث سأذهب على أدوات واختار بطن نضيف البطن هنا على سبيل المثال الآن من أن نسمي البطن هذا في النام سأسمي PTN Underscore أو PTN Delete ونضيف البطن ونختار التكسل ونضيف اسمه حدث حدث الآن لو أريد أن أغير اللون بحيث أن يكون لون أحمر يرفض الانتباه من رؤية خاصية 4Color الخاصة بهذا البطن ونضيفها على سبيل المثال لون أحمر في هذه الصورة أصبح لون الزر عندنا أحمر الآن لو أشغل في التشغيل هنا سيكون لدي الزر ظاهر أنا لا أريد أن يكون ظاهر في بداية التشغيل لأنه لا يوجد بيانات في الأعلى طبعا سنذهب لأخفي لأخفي أنا بروعة خصائصه مرة ثانية في أن خاصية في الأسفل في خصائصه اسمه إمكانية الظهور هل هو ظاهر أم لا ظاهر في وقت التشغيل سأخطر فالس 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 بمعنى أن هذا الزر مخفي لو قمت بتشغيله الآن سألاحظ أن البطن أصبح غير ظاهر طيب لكي نظهره أنا أريد أن أظهره متى؟ لما أضغط مرتين في الزر طيب لكي نذهب إلى الدالة الخاصة بالحدث الزر لكي نذهب إلى الخاصة جيدا أنا أريد أن أفتح الزر هنا أقرأ الزر الآن سأضغط عليه مرتين و أخزن كل خلية بخليتها في البيانات الخاصة بهذه السطر في الأعلى في رقم الطالب و مربع الناس الخاص برقم الطالب و مربع الناس الخاص باسم الطالب في تاريخ الميلاد و الجندر الآن بعد ما أنتمي عملية الإضافة هنا قبل ما هو الثالث لأنه لو كانت في الجدوى هي الـ F-SATEMENT الخاصة بعملية الإضافة بهذه الشكل الآن هنا سنضيف يلة الابتة اتضم الظر الزر من أي شئ الآن إضافة إذا اضغطت مراتين سيظهر لي الزر الآن لو عملت جديد يا جماعة سوف يخفيه لكن لا أخفه يجب أن نضيف في دلة الحدث الخاصة بجديد أنه يخفي الزر سنذهب على نموذج ونضغط double click على الزر جديد حتى نصل إلى دلة الحدث الخاصة بجديد سنجد هنا مصدع في دلة الحدث دالة اسمه Clear Form ونضغط 12 أو الزر اليمين Go To Definition هنا الدالة الخاصة بجديد أسفل هنا سنضيف وهو عملية إظهار البوتن الخاص بعملية Delete button Delete.Visible ونقوم بعمل True بهذا الشكل أصبح عنده إمكانية إخفاء وإظهار البوتن الذي هو Delete أفرض أنه قلنا هنا لامة ودخلنا إلى تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد تاريخ الميلاد إضافة الآن لو قلت ضبط لك هنا سيظهر هنا مشكلة إنه مشكلة أنا قلت هنا True بطرد أن نقول False لما أخفي لما أمسح الشاشة ما يظهر هذا الزر لأنه أنا أصبح لدي نموذج في الأعلى كله جديد لا يوجد أي بايرات فابترض أنه لدي زر حدث موجود مرة ثانية نختار هنا 1990 إضافة الآن لو ضغطت مرتين سيظهر لي لو روحت على جديد سيخفي لي إضافة الآن لم أضغط مرتين لتذكر أنه أنا قلت في الثالث الحدث في الثالث الحدث الخاصة بجديد قلنا button delete visible بسوى false فأخفى بالصورة نرجع مرة ثانية لتذكر أنه في الثالث الحدث الخاصة ب grid view نذهب إلى خصائص grid view ونذهب إلى ثلاث حدث نضغط على events ونذهب إلى double click هنا double click وضغطنا مرتين ونذهب إلى أسفل بعد ما يكتب كل شيء وعبيهم في الحقول هنا قلنا button delete visible بسوى true لاحظين الآن عندما أريد أن أخفي أنا أريد أن أخفي في جديد لأنه عندما أعمل جديد ويمسح بيانات لا أريد أن يظهر الحدث فضبت لك على الثالث الحدث الخاصة بالبطن هذا button u underscore click لدينا clear form فأذهب إلى go to definition هذه الثالث الحدث التي تم استدعائها clear form الآن بعد ما مسحت الشاشة قلت رقم الطالب فاضي واسم الطالب فاضي والأمر هذي كلها وقلت أنا مؤشر الكتابة يقاف عند رقم الطالب وقلت له button delete dot visible بساوي false بساوي بساوي تباق بساوي بساوي تباق اضافة وعدم اظهار وعدم اظهار زر الحدث فقط عندما يكون عندي بيانات في المربع النص في الأعلى هنا مرة تانية إضافة لو ضغطت مرتين سيظهر زر الحدث ثم سيظهر زر الحدث نراكم في الدروس القادمة مع قواعد البيانات إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته